حكاية ولها العجب صدق او لا تصدق صرح سياحي عملاق واول فندق بالغردقة يتحول بقدرة ادر الى مأول الزواحف والحشرات فندق الشرة حكاية ولها العجب تعالى حنشوف اصل الحكاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم على قناة عبد الرحمن مكان يا سادة من قبلة الرؤساء والملوك يتحول بقدرة ادر الى مأول الكلاب الضال انقذوا شراتون الغردقة اللقلقة المهجورة باي منطق يا جماعة واي منطق واي واحد كده عنده عقل يصدق اللي احنا هنقوله ده ان اجمل بقعة وعلامة مميزة لمدينة الغردقة والبحر الاحمر من اللقلقة الى خرابة مهجورة تسكنها الزواحف الحشرات يعني احنا مش قادرين نصدق حاجة زي كده ممكن ممكن تحصل لها شرات الغردقة حوالين منه 88 فدان خدمات سياحية 88 فدان خدمات سياحية يرجع بناء الفندق حنقش على اصل الحكاية ان يرجع بناء الفندق في سنة 1963 وطبعا معروف ان ده اول فندق تم بناءه في مدينة الغردقة وهو ذات وجهة سياحية املاقة وكان الرؤساء والملوك كانوا دايما يزوروا الفندق ده لان فندق رهيب وجميل ويعني يعتبر ايقونة كده ابتهت الغردقة بصراحة يعني بالنسبة للفنادق كلها وزاروا عدد كبير جدا من رؤساء العالم العربي وقتلق اسمه على اكبر شوارع الغردقة يعني اكبر شوارع الغردقة مكتوب اسمه الشارع الشيراتون شارع الشيراتون متفرع بقى جاي من اول السقالة لحد ممتد لحد الشيراتون واحنا نزلنا لكم فيديوهات قبل كده الفندق حكايته ان اتباع لشركة السسمار سياحي سعودي يعني احنا اخوانا وحبايبنا سعودين احتراما ليهم وفوق رأسنا بس تعتبر دي حالة خاصة لا تمتل السعودين بايشي اخوانا وحبايبنا وعلى رأسنا من فوق دي ايام الخسخصة سنة 92 ايام الخسخصة دي ايام حسن مبارد اتباعت اول خسخصة اتعملت كانت السياحة كانت فنادق سياحية وانا كنت شغال في فنادق سياحية اياميها وكان فندق سنة ستيفنو كان من دمن الفنادق بس ما اتباعش الا بقرار من مجلس الشعب نرجع مرجوعنا تاني للفندق الفندق اتباع مع الخسخصة سنة 1992 ب15 مليون دولار ده رقم واحد يعني اتباع خسخصة خسخصة ب15 مليون دولار على اساس تطوير الفندق واستغلال الثمانية وتمانين فدان خدمات سياحية وعلى اساس ان الحكومة توصله كل الخدمات وبالفعل وصله كل الخدمات ووصله الطريق ووصله كل حاجة وعلى اساس انه هو يطور الفندق واستغلال هذه المساحة سياحيا ولكن لم يحدث شيء ما عملش اي حاجة ولا اي شيء وعلى مدار الخمسة وعشرين سنة اتجمد الوضع وبدون تطوير وعضاعة ملايين الدولارات على مصر وفرص ضائعة على الاقتصاد والسياحة وكل الحكومات فشلت في التفاوض مع المستثمر لتنفيذ بنود العقد العقد بيقول انه هو حيشتريه ب15 مليون دولار على اساس انه هو يطور المكان المكان اللي ما احنا شايفين كبير جدا واسعه حوالين منه 88 فدان هو جمد الوضع خلى الوضع زي ما هو لا حياتي لمن تنادي والعجيب ان الملك اللي اشتراه اشتراه اول اول ما الدولة فكرت في حاجة اسمها الخصخصة واغلقوا بالضبة والمفتاح وترك الفندق دون تطوير والتزام ببنود العقد لا طور ولا التزام ببنود العقد الحكومة وصلت له خدمات وهو مسك الفندق سابه كده وتركه وخلاه كده مقوى كده للكلاب الضلة لمواخزة يعني في الكلمة والمحافظة رفعت قضية كبيرة جدا عليه قبل كده وطلبوه بتعويض 300 مليون جنيه لعدم تنفيذ البنود العقد وهو ما دفعهمش وما مرضاش يدفع 30 مليون ولا يطور حاجة واغلق الفندق 20 سنة والمالك خلى المكان كده زي ما انتوا شايفين كده باللغة الباردة يقولك يسقع المكان سنوات وفعلا سقع المكان سنوات كثيرة جدا يعني دلوقتي ده المكان ده اللي انتوا شايفينه ده لو تباع هيجيب مليارات مش دولارات يعني ملايين دولارات لا مليارات والمحافظة عملت ايه عملت تنازل جات في وقت ملاقات عملت تنازل وعقد التسوية عملوله عقد التسوية على اساس ان يتم التطوير ويخفض التعويد الى 30 مليون جنيه والغريب في الامر ان صاحب الملك ده كان هو صاحب فندق المريديان اللي هو موجود في القاهرة اللي هو المشكلة الكبيرة انا اتكلمكم فيه بعدين المهم له هو عايز يطور ولا عايز يدفع التعويد نزلولهم التعويد من 300 مليون الى 30 مليون جنيه وبرضو مش عايز يتفحهم ولا برضو عايز يطور واحتارت وفشلت كل الحكومات فشلت في حل المشكلة دي لحد وقتنا هذا واحتار الان احنا في امل ان تنتهي المشكلة وتستعيد مصر من الصرح السياحي العملاخ ده وتستفيد منه بملايين الدولارات اللي هي ضاعت منه يعني انتوا شايفين يا جماعة بصوا مكان واسع وجميل جدا وكبير قوي يعني انا بصوا بصور لكم المكان يعني شيء يدمع بصراحة يعني يحزن مكان زي ده ازاي يتهجر زي ده مكان زي ده لحاليا دلوقتي يجيب مليارات عارفين يعني ايه جيب مليارات للدولة وانه الدولة ممكن تستفيد منه ده احسن مكان في الغرداء يا جماعة احسن مكان في الغرداء المكان ده وبصوا تمانية وتمانين فالدم حوالين منه زي ما احنا شايفين كده ولا عمل فيه حاجة ولا طور فيه حاجة واحنا دلوقتي على امل ان المشكلة دي تنتهي ومصر تستفيد منه وانا النهاردة جبتلكم مشكلة ايه فندق الشيراتون وانا حزين جدا واتمنى ان المشكلة دي تتحل النهاردة قبل بكرة ومصر تستفيد من الصرح العملاق ده وانا حزين جدا وانا واثق ان انتو وضع زي ده انتو اكيد مش 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 حتصدقوا لما انا خرجت عن انفعالاتي وقلت كلام مثلا كلاب ضلة وانتشوفكو في فيديو تاني والسلام